ستة واربعون مليارا وثمانمائة مليون دينار ليبي هي القيمة التي اتفق عليها المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي كقيمة للترتيبات المالية لعام الفين وتسعة عشر رقم لم يبتع كثيرا عما تم تخصيصه العام الماضي حيث بلغت الترتيبات المالية في الفين وثمانية عشر اثنين واربعين مليارا ونصفا بينما كان حجم هذه الترتيبات في سنة الفين وسبعة عشر نحو سبعة وثلاثين مليارا ونصف المليار دينار الترتيبات المالية التي تمثل الموازنة العامة للدولة من المتوقع ان توزع اوجها الصرف لهذه القيمة بين نفقات تسييرية ودعم للمحروقات ليذهب النصيب الاكبر منها الى بند المرتبات الذي بلغت قيمته في العام الماضي حوالي اربعة وعشرين مليارا ونصف المليار دينار مصرفات تتم تغطية جلها من خلال الموارد النفطية وموارد الدولة الاخرى غير ان موردا جديدا هذا العام دخل على الدولة وتمثل في عائدات رسوم بيع النقد الاجنبي التي كانت جزءا من الاصلاحات الاقتصادية حيث تجاوز اجمالي مداخلها اثني عشر مليار دينار ليبي حتى مطلع هذا العام حسب تصريحات الكبير الاحرار ترتيبات مالية واصلاحات اقتصادية تأتي وسط وضع اقتصادي يصفه بعض الخبراء بالصعب واستمر السؤال حول بند التنمية الذي يعد المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد وتنشيط دور القطاع الخاص موسيقى